في هذا الدرس سنتحدث عن إشارة السيجما أو إشارة المجموع وكيف نقوم بحسابها لو كان لدينا مجموع مثلا من الواحد إلى الخمسة للدالة سأقوم بكتابتها مثلا 6i-1 هذا معنى أنني سأقوم بتعويض العدد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 في هذه الدالة وأقوم بالجمع بينهم هذا رمز المجموع فيكون 6 في 1 لأنني سأستبدل المتغير i 6 في 1-1 ثم 6 في 2-1 و 6 في 3 أيضا ناقص 1 ولاحظوا بينهم دائما جمع 6 في 4-1 و 6 في 5 أيضا ناقص 1 بعد ذلك تحتاج إشارة عمليات حسابية لتقوم بحساب الناتج لهذه العملية الحسابية هنا بالعكس أعطاني الأعداد يريد مني كتابة المجموع أو كتابة الدالة تحتاج فقط إلى مراحضة العدد المتغير الذي يتغير الذي بداخل الأقواس فهذا الاثنان ثابت 2 كما هي لكن يتغير هذا الذي باللون الأصفر فهو هذا الـ i وهو من العدد 1 إلى العدد 14 ولدينا أس 2 لا ننساهف 2i أس 2 السؤال الثاني لاحظوا للمتغيرات هو 2 3 4 فهذه من الـ 2 إلى العدد 15 لجذر الـ i ناقص الـ 1 لكن لو قمنا بحساب ليس الناتج حساب ما داخل الجذر هو 1 2 3 عملية طرح فنلاحظ هي جذر الـ i فقط لكن من الـ 1 إلى الـ 14 لجذر الـ i فدائما أستطيع تغير حدود المجموع في بعض المسال لدينا هنا هذه المسال أحسب الناتج 3i أس 2 فكما ذكرت سأقوم بتعويض من الـ 1 إلى العدد هنا 6 في هذا المتغير i فيكون 3 في 1 أس 2 و3 في 2 أس 2 3 في 3 أس 2 3 في 4 أس 2 ولدينا 3 في 5 و3 في 6 أس 2 طبعا هناك طرق مختلفة للحساب لكن في الأمثلة الأربعة الأولى سأقوم بحسابها بهذه الطريقة البسيطة وأيضا هذه الآلات الحاسبة تستطيع حساب المجموع بها shift هنا في الأعلى تقريبا هي في اليمين تحتاج أن تختار shift اكتب الدالة 3i لكن هي 3x لا يوجد داك i في الآلة الحاسبة أس 2 من الواحد إلى الستة ويعطيني الناتج بشكل صحيح لكن بعض المسائل ستقوم بحساب إلى المالة نهاية وعد ذلك فلا تستطيع استخدام الآلة الحاسبة هنا لدينا i أس 2 وi لكن تبدأ من الثلاث ليس الواحد فثلاث أس 2 زائد ثلاث أربعة أس 2 أيضا زائد أربعة 5 أس 2 زائد 5 نقوم بالتعويض إلى العدد 7 ولا حظوا بين كل عملية هناك عملية حسابية هي الجمع لأنه هو هذا المجموع السم أو السيجما هي المجموع كما ذكرت لدينا بعض القوانين سأقوم بعرضها في وقت لاحق سنستخدمها لحساب بشكل أسرع لكن هذه المسائل بما أن الحدود قريبة من الستة إلى العشرة فأنا أعوض فقط خمسة أعداد الستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشر أستطيع حسابها من دون قواعد فنبدأ من العدد 6 ليس الواحد أربعة في ستة زائد ثنان والكل زائد أربعة في سبعة زائد ثنان ولدينا أربعة في ثمانية زائد ثنان وأربعة في تسعة زائد ثنان وفي النهاية أربعة في عشر زائد ثنان نقوم بحساب كما ذكرت هي عمليات حسابية بسيطة احسبها وأوجد الناتج سأنتقل إلى هذه الأمثلة ولاحظه من الواحد إلى السبعين لا أستطيع التعويض هو أستطيع لكن سيأخذ مني وقت جدا طويل وهناك من الواحد إلى المئة فأحتاج استخدام هذه القواعد لكن في البداية أنا أستطيع توزيع المجموع أي مجموع ثلاثة آي ناقص مجموع العدد واحد وكله من الواحد إلى السبعين في البداية قمنا بتوزيعه على الطرح الثلاث عدد ثابت نأخذه خارج المجموع فيبقى آي وهناك الواحد إذا كان لدينا عدد ثابت القاعدة الأولى مثل سي أي مثل العدد واحد نضرب الواحد في الان أي اضرب الواحد في السبعين النتج سبعين مباشرة لأنني سأجمع العدد واحد سبعين مرة لكن عندما يكون لدينا آي لحساب هذا المجموع إن في إن زائد واحد على إثنان فلا ننسى العدد الثلاث لكي لا نقوم بمسيانهي الثلاثة إن في إن زائد واحد أي السبعين ضرب سبعين زائد واحد وهي الواحد وسبعين والكل على إثنان هذه القاعدة تحفظ إن في إن زائد واحد على إثنان كماذا كان ناقص سبعين هنا سأستخدم الآلة الحاسبة الآن لحساب هذه العملية الحسابية تساوي 7385 نعيد مرة ثانية ثلاثة أخذنا الثلاث خارج المجموع في مجموع فقط الآي ومجموع العدد أربع لاحظوا ووزعناها من الواحد إلى الـ 45 العدد الثلاث في الخارج يكتب سأكتب القاعدة إن في إن زائد واحد على إثنان والحد الثاني أربعة في إن العدد مضرب بالإن طبعا الإن هنا 45 هي من الواحد إلى الـ 45 وهذه القواعدة تستخدم فقط إذا كان العدد واحد في الأسفل أي 45 في 46 على إثنان وهنا أربعة في 45 لإختصار الوقت أيضا بالآلة الحاسبة سأقوم بإيجاد هذا الناتج طبعا الناتج هنا يساوي 2925 السؤال الحادي عشر لدينا إي أس إثنان وهي تستخدم أو تستخدم لها قانون مختلف لكن سيكون لدينا مجموع العدد أربع ومجموع إي أس إثنان من الواحد إلى الأربعين الحد الأول كما ذكرنا أربعة في إن أما أي أس إثنان هذه أس إثنان انتبهي للقاعدة يجب أن تحفظها إن في إن زائد واحد في إثنان إن زائد واحد والكل على ستة نكتبها مرة ثانية إن في إن زائد واحد إن أو إثنان إن زائد واحد والكل على ستة الإن في هذا السؤال هي العدد أربعين طبعا لماذا نختصر هنا أو نستخدم هذه القواعد لأنني إذا أردت الطاوض من واحد إلى أربعين أحتاج وقت كثير فهذه الطريقة أسهل وأكثر اختصارا أربعين في واحد وأربعين في واحد وثمانين لأنها اثنان إن أي اثنان في أربعين زائد واحد هي واحد وثمانين على الستة ويساوي سالب واحد وعشرين ألف وتسعمائة وثمانين السؤال الثاني عشر نعيد مرة ثانية نوزع المجموع على العدد الثمانية والآي مجموع الثمانية ناقص مجموع الآي من الواحد إلى الخمسين فالثمانية عادة ثابت ثمانية في إن أما الآي نستخدم القاعدة إن في إن زائد واحد على أثنان والإن كما ذكرنا هي خمسين فثمانية في خمسين ناقص خمسين في واحد وخمسين على أثنان ونقوم بإيجاد الناتج لهذا السؤال يساوي سالب ثمانمائة وخمسة وسبعين السؤال الذي يليه لاحظوا هنا إن وهنا لك آي هي متغيرات من الممكن أن أكتب إكس وي زد لا يهم الدواء الأولى كانت مجموعة آي لكن هنا مجموعة لن فهي عبارة عن متغيرات لتهم هذا السؤال قمت بتوزيع المجموعة على إن تربيع وثلاثة إن وموجب إثنان وكلهم من واحد إلى مئة الإن تربيع سأستبدل المتغيرات لكي لا أكتب إن مرة ثانية إكس في إكس زاد واحد في ثنان إكس زاد واحد على ستة استخدمت القاعدة الأخيرة أما ثلاثة إن أخذنا الثلاثة خارج المجموعة والإن أو الآي كانت إكس في إكس زاد واحد على إثنان والعدد الثابت نضربه بالإن مباشرة أو في المتغير في إكس إثنان في إكس والإكس هي مئة فمئة ضرد مئة وواحد ضرد مئتين وواحد إثنان إكس زاد واحد على ستة ناقص ثلاثة في مئة ضرد مئة وواحد على إثنان زاد مئتين أو إثنان في مئة نفس الشيء أيضا نتأكد بالآلة الحاسبة عن ناتج هذه العملية الحسابية بشكل كامل طبعا يساوي المجموع ثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة هذا السؤال أيضا الطريق لا تختلف نهائيا سأقوم بتوزيع المجموع على إن تربيع واثنان إن وناقص أربعة الإن تربيع لكن سأستبدل المتغير آي إن سأكتب هنا إكس إكس في إكس زاد واحد في إثنان إكس زاد واحد على ستة عندما يكون لدينا تربيع الإثنان خارج المجموع أسهل الإن وكانت في الأول آي لكن هنا إن استبدل المتغيرات إكس في إكس زاد واحد على إثنان وحرض عدد ثابت نضربه بالإكس أو بالحد الأعلى وهو إن لكن لكي لا أستخدم الإن مرتين جعلتها إكس فالإكس هي مئة وأربعين في مئة وواحد وأربعين إثنان في مئة واربعين مئتان وثمانين مع الواحد مئتان وواحد وثمانين على ستة حرفت الإثنان مع الاثنان للإختصار يبقى مئة وأربعين في مئة وواحد وأربعين وناقص أربعة في مئة وأربعين سأترك الناتج لك السؤال الخامس عشر وهذه المساء لاحظوا الحدود كلها تختلف 15 و 16 تبدأ من عدد ليس الواحد أما السؤال 17 و 18 الحد الأعلى هو إن ليس عدد القواعد التي ذكرناها تستخدم فقط لمجموع من الواحد إلى عدد معين لكن هنا ليس لدينا واحد هنا لدينا الثلاث إلى الثلاثين قمت أنا في البداية بتوزيع المجموع سأفرط هنا متغير جديد i-3 يساوي n سأستبدلها فيكون لدينا n-2 وهنا n-1 والحدود ستختلف لأنني قمت بتغيير المتغير عندما كانت i في البداية سواء الأصلي 3 في الأسفل 3-3 فالن تساوي 0 الحد الأدنى وعندما كانت i تساوي 30 فالن عوض 30-3 تساوي 27 فهنا الحدود أو الرتب اختلفت من الصفر إلى 27 وأعيد أنا أستخدم القواعد إذا كان الرتب في الأسفل 1 ليس صفر وليس عدد آخر فقط 1 لكن هذا المجموع هو عبارة عن الصفر ثم 1 ثم 2-3 إلى 27 فعوضنا الصفر في البداية طبعا 0-2-0 فيبقى المجموع من 1 إلى 27 في الحد الثاني عوضنا الصفر صفر أيضا يبقى المجموع من 1 إلى 27 الآن لهذا المجموعين أستطيع استخدام القواعد التي لدي هنا 27 ضرب 28 ضرب 2 في 27 زائد 1 استخدمت القواعد الثالثة لأنها n أس 2 عندما تبدأ من 1 نستخدم القواعد هذه n أس 1 فn في n زائد 1 أي 27 في 28 على 2 والناتج هنا يكون 7308 لدينا السؤال 6-19 في البداية هذا فرق مربعين للإختصار فهو i-2-9 أو 3-2 هي 9 أيضا هنا من الأربعة إلى العشرين لاحظوا سأوضح فكرة للجميع أنا أحسب من العدد واحد ليس من أي عدد آخر الحد الأعلى أو الرتب الأعلى هي العشرين في السؤال هو سألني أو يريد مني إيجاد الناتج من الأربعة إلى العشرين فقط لو كانت من الواحد إلى العشرين سأحسبها بكل سهولة فأنا سأقوم بحساب من واحد على العشرين وأطرح من الواحد إلى الثلاث ليس الأربعة لأنني أحتاج العدد أربعة فمن الواحد إلى العشرين هي بالحقيقة تساوي من الواحد إلى الثلاث زاد أكمل من الأربعة إلى العشرين أنا أحتاج الأربعة إلى العشرين فنأخذ هذا المجموع إلى اليسار فأربعة للعشرين تساوي من الواحد إلى العشرين ناقص من الواحد إلى الثلاث وبما أن الحدين من الواحد في الأسفل أستطيع تطبيق القواعد بكل سهولة الآن سأقوم بتوزيع المجموع على الـ iOS 2 وعلى التصال والآن نطبق هذه الاستنتاج في البداية بالنسبة إلى iOS 2 سأحسب من واحد إلى العشرين وأطرح منه من واحد إلى الثلاث ناقص افتح قواس كبيرة هذا عدد ثابت فالعدد الثابت يضرب في الحد الأعلى التسعة في العشرين لكن أنا سأطرح منه الثلاث أنا لا أريدها كاملة سأطرح من التسعة في الثلاث الآن نطبق القواعد هنا عشرين في واحد وعشرين في واحد وعربعين هي الإن في إن زاد واحد في اثنان إن زاد واحد هنا أيضا سأطبق نفس الطريقة إن هي الثلاث إن زاد واحد هي الأربعة اثنان إن زاد واحد هي السبعة لأن 2 في 3 زاد 1 على 6 لأنها اس 2 لكن هنا 9 في 20 ناقص 9 في 3 هي 9 في 17 بخراج عوامل مشتركة الآن سأتأكد من الناتج النهائي لهذه العملية الحسابية تساوي 2703 هذه المسائل لا أريد كتابة أعداد هي فقط بالمتغير لكن بنفس الطريقة أيضا قمت بتوزيع حد المجموع على الكيوس 2 وال3 وأعيد كي آي إن هذه كلها متغيرات لا تضحى تربك الحل هي متغيرات سأستخدم نفس الطريقة لديه الثلاثة إلى الان فسأقوم بحساب من واحد إلى ان وأطرح من واحد إلى اثنان بالنسبة للكيوس 2 وأيضا الثلاث هنا ناقص وسأفتح أقوص سأحسب من واحد إلى ان للثلاث وأطرح من واحد إلى اثنان لأيضا للعدد الثابت الثلاث الآن بما أنها كيوس 2 نستخدم القاعدة الثالثة في المجموع وهي ان في ان زائد واحد طبعا سأكتب ان مباشرة لأن الرتبة الأعلى هي ان في اثنان ان زائد واحد والكل على ستة هنا سأعوض الان هي اثنان فاثنان في ثلاث في خمسة اثنان في اثنان ناقص أو زائد واحد على ستة هذا عدد ثابت فثلاثة في ان وهنا أيضا عدد ثابت ثلاثة في اثنان ستة سنقوم بالتبسيط هذه سأتركها كما هي لدينا الستة مع الستة في الكسر الأول احدفها يبقى خمسة وهنا سالب ثلاثة ان زائد ستة طبعا استطيع أن أجمع ستة مع السالب خمسة يساوي واحد لكن سأكتفي هذه الأخير هي من الصفر إلى الان لكن القواعد التي أستخدمها من الواحد إلى الان فلذلك عوضت الصفر مباشرة صفر اس اثنان زائد خمسة هي خمسة وسأكمل الجمع من واحد إلى ان لماذا أبدأ دائما من واحد لأن القواعد التي لديه هي من العدد واحد فهنا خمسة هنا مجموعة الكي اس اثنان الكي ما هو اس اثنان عندما يكون لدي اس اثنان ان في ان زائد واحد اثنان ان زائد واحد على ستة وهذا عدد ثابت 5 لكن 5 في N هذا أبسط سؤالي هذا السؤال تقريبا سأكمل في الجزء الثاني بعض المساء التي تحتاج عمليات حسابية أدق وخصوصا عندما أتحدث عن النهايات